شد حبال ايراني اوروبي يدفع بالعلاقات الهشة بين الطرفين نحو مزيد من الخلافات الخارجية الهولندية استدعت سفيرها لدى ايران بعد طرد اثنين من موظفي سفارتها هناك وصفة الخطوة الايرانية بغير المقبولة في المقابل تواصل ايران اعتراضها على ضعف الاجراءات الاوروبية تجاهها وقد كشف موقع المرشد الايراني ان خامنئي وصف الاوروبيين بالسيئين الذين يمارسون سياسات خبيثة تجاه بلاده يتصاعد التوتر بين ايران والدول الغربية على خلفية العمليات الارهابية التي اتهمت ايران بتنفيذها على الاراضي الاوروبية هولندا تسحب سفيرها من طهران للتشاور بعد ان طردت عددا من الدبلوماسيين الايرانيين سابقا ايران ردت بطرد اثنين من الدبلوماسيين الهولنديين بعد مرور اكثر من عام على الخطوة الهولندية اما السبب فهو اتهم هولندا للاجهزة الامنية الايرانية باغتيال اثنين من الناشطين الاحوازيين على الاراضي الهولندية الناشطان هما علي معتمد الذي قتل في مدينة الميري عام الفين وخمسة عشر واحمد مولا نيسي الذي اغتيل في لاهاي عام الفين وسبعة عشر وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك ان قرار طهران غير مقبول ولم يعلن عنه في السابق معتبرا ان هولندا لديها مؤشرات قوية بان ايران تورطت في عمليتي تصفية على الاراضي الهولندية استهدفتا شخصين هولنديين من اصول ايرانية الموقف الاوروبي لم يقتصر على هولندا فقد اتهمت فرنسا السلطات الايرانية بمحاولة تفجير مؤتمر للمعارضة الايرانية عقد في باريس العام الماضي ويمثل امام القضاء البلجيكي دبلوماسي ايراني متهم بنقل المتفجرات الى فرنسا وبمتابعة المنفذين المتورطين في هذه الجريمة ولطالما اتهمت ايران بعدم احترام البعثات الدبلوماسية على اراضيها من خلال احتجاز الدبلوماسيين كرهاء او حرق سفاراتهم او مهاجمة مقارهم بالمتظاهرين الغاضبين معنا الان من باريس الباحث في الفلسفة السياسية دكتور رامي الخليفة العلي مساء الخير دكتور رامي مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الاخبار لماذا برأيك هذا التوتر بين ايران وعدد من الدول الاوروبية اوروبا بالنسبة لايران اليوم هي الملاذ الاخير بعد فرض العقوبات الامريكية هناك مساعي مسألة الالية المالية التي تم استحداثها وكل هذه الامور يعني قد يفترض على ايران ان تحافظ على هذه العلاقات قدر المستطاع بدل ان توترها لماذا ايران برأيك تقوم بهذه الممارسات اهلا بك مهند تحية لك ولمشاهديك الكرام باعتقادي ان هناك فقدان للثقة من قبل الجانب الايراني بالجانب الاوروبي الحقيقة بالرغم من الالية التي تحدثت واشرت اليها مهند الا ان ذلك لم يفد كثيرا الاقتصاد الايراني وهناك شعور لدى الجانب الايراني بان اوروبا والولايات المتحدة الامريكية يتبادلون الادوار بمعنى ان هناك بعض التطمينات التي تعطى من الجانب الاوروبي لايران من اجل الابقاء على الاتفاق النووي ولكن تلك الاجراءات التي تم اتخاذها على المستوى الاقتصادي لم تؤدي بالفعل الى انقاذ الاقتصاد الايراني اضف الى ذلك ان هناك نقاط خلاف كثيرة وبالتالي الموقف الاوروبي من الاتفاق النووي لا يعكس ايضا مواقف الدول الاوروبية من بعض القضايا الاخرى ومنها العمليات الارهابية التي تقوم بها ايران على الساحة الاوروبية كما جاء في التقرير فان ايران قامت باختيال شخصيتين احوازيتين في اوروبا وعلى اراضي اوروبية وهذا يمثل تهديدا للأمن الاوروبي وذلك يأتي ايضا في سلسلة من العمليات الارهابية التي تقوم بها إيران. وهناك انتقادات واسعة. أيضا الحقيقة هناك اتهامات من قبل الدول الأوروبية بأن إيران ترعى شبكات الجريمة المنظمة. وأن هناك تعاون مع ميليشيات كميليشيات حزب الله على الأراضي الأوروبية. وبالتالي هناك انتقادات واسعة. الحقيقة أن هناك خلاف أوروبي أمريكي وهناك خلاف أوروبي إيراني. إذا الخلافين في مسألة نظرة أوروبا إلى ما يحدث في العلاقات مع إيران. بمعنى أكثر وضوحا أن يريد من أوروبا أن تنظر إلى العلاقات كسلة واحدة. بمعنى أن يكون هناك تنازل في الاتفاق النووي. تنازل في الاتفاقات الاقتصادية. وتنازل في قضايا أخرى. منها قضية البرنامج الصاروخي والقضية السلاح والانتقادات الأوروبية كلها. بينما الجانب الأوروبي يرى أنه يجب الفصل ما بين الملفات. وهنا السؤال دكتور رامي. إلى أي متى بغض النظر عن باقي السياسات؟ إلى متى بإمكان الجانب الأوروبي أن يبقي على هذا الفصل. التمسك بالاتفاق النووي. اتفاق الخمسة زائد واحد من جهة. والفصل بين أنشطة إيران المزعزة على الاستقرار. يعني البعض يقول أن نظرية إدارة الرئيس ترامب ربما تبدو ناجحة في هذا المجال. التمسك بالاتفاق النووي من وجهة نظر ترامب. أعطى إيران فرصة لمواصلة هذه الأنشطة المزعزة على الاستقرار. وشجاعها على ذلك. إلى أي مدى يمكن للأوروبيين الإبقاء على سياسة الفصل بين النووي من جهة. وبين الأنشطة الإيرانية من جهة أخرى. هناك شرطين الحقيقة مهند. لبقاء أوروبا متمسكة بهذا النهج وهذه السياسة التي تستخدمها في التعامل مع إيران. الشرط الأول أن تقبل إيران بهذا الوضع. بمعنى أنها تبقى متمسكة بالاتفاق النووي. بالرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالرغم من الضرر الكبير الذي يؤثر على اقتصادها. وبالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تؤدي إلى أزمة اجتماعية وسياسية داخلية. أوروبا تريد من إيران أن تقبل بهذا الوضع. أن تبقى على الاتفاق النووي. وأن تقبل بالعقوبات والسلبيات التي تتعرض لها نتيجة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي طالما إيران قابلة بهذا الوضع. باعتقادي أن أوروبا سوف تبقى على سياستها. الشرط الآخر والذي لا يقل أهمية هو بقاء الخلافات ما بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. لأن هناك خلافات كبيرة ما بين الضفتي الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية. إدارة ترامب على وجه التحديد لديها سياسة مختلفة. والحقيقة هناك نقاط خلاف كثيرة. الملف الإيراني هو أحد نقاط الخلاف ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. طالما بقي هذا الاختلاف. هذا يعني عدم وجود وحدة للسياسة الغربية. اتجاه الملف الإيراني. ولذلك أوروبا سوف تحافظ على تلك السياسة. إلى أي مدى يمكن القول دكتور رامي بأن هناك موقف أوروبي موحد إزاء إيران. هل الموقف بالفعل واحد؟ أم أن هناك خلافات بين الدول المختلفة حول هذه المسألة؟ الحقيقة في الإطار العام يمكن القول أن هناك اتفاق على الخطوط الأساسية فيما يتعلق بالاتفاق النووي على سبيل المثال. لا توجد دول كثيرة تغرد خارج السرب. لأن من يصيغ السياسة الخارجية الحقيقة هي فرنسا وألمانيا. ولكن في التفاصيل على الأقل هناك خلافات كثيرة. الحقيقة على المستوى الأوروبي بدأنا نلمس مهند خلال الفترة الماضية. الحقيقة تشكل محورين. المحور الأول تمثله كل من فرنسا وألمانيا. والمحور الثاني من الدول التي تسيطر عليها الحكومات التي تنتمي إلى اليمين الشعبي. ولكن هل ذلك يظهر بشكل واضح في السياسة اتجاه إيران؟ إلى الآن لا يوجد مثل هذا توجهات في إطار السياسة اتجاه الملف الإيراني برمته. لذلك يمكن القول أن هناك وحدة في الموقف الأوروبي. ولكن لا يمكن لهذه الوحدة أن تصمد إذا ما حدث هناك تغير في السياسة الأمريكية. لأن حتى الآن الحقيقة هناك بعض الدول الأوروبية تبدو قريبة للموقف الأمريكي. وإن كانت لم تأخذ خطا منفصلا وموازيا للخط الذي تأخذه كل من فرنسا وألمانيا. نتحدث عن إيطاليا على سبيل المثال أو هنغاريا. الدول القريبة من الإدارة الأمريكية. باختصار دكتور رامي إلى أي مدى بإمكان إيران مواصلة هذا النهج. يعني البقاء والتمسك بالاتفاق النهوي دون الحصول على فوائد التي كانت ترجوها من هذا الاتفاق برأيك. إلى الآن الحقيقة إيران تبدو محشورة في الزاوية. الحقيقة من جهة هناك بالفعل صعوبات اقتصادية كبيرة. كما تعلم أنه خلال العام الماضي 2018. الحقيقة شهدنا الكثير من الاحتجاجات. بمعنى أن سوء الأوضاع الاقتصادية والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النظام الإيراني. لم تعد فقط اقتصادية. وإنما تحولت إلى اجتماعية. شهدنا خلال السنة الماضية أن هناك احتجاجات بدأت تنتقل من الجامعات على سبيل المثال. وهذا هو النوط التقليدي لإحتجاجات خلال العقد الماضي. إلى هوامش المدن وإلى أعماق الريف الإيراني. وهذا يعني أن هناك فئات مهمشة في المجتمع الإيراني. بدأت تعاني ضغطا كبيرا من الناحية الاقتصادية. وبالتالي تحول الضغط الاقتصادي إلى ضغط اجتماعي إلى أزمة سياسية يعانيها النظام. هذه نقطة. النقطة الأخرى الحقيقة أنه الآن نحن نتحدث مهند عن استراتيجية متكاملة. خصوصا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. شهدنا ذلك تمظهر أكثر وأكثر في مؤتمر وارسو. الذي عقده برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا الحقيقة نقطة ثالثة. أسمح لي بالإشارة إليها. أن هناك سياسات في منطقة الشرق الأوسط. تم إبعاد إيران عن بعض الملفات في الأزمة السورية. أيضا هناك محاولة الوقوف بوجه إيران في الملفات. حيث يتدخل الحرس الثوري والميليشيات الإرهابية. لذلك الحقيقة النظام الإيراني يعاني ضغوطات كبيرة. وسوف يعاني أكثر خلال الفترة المقبلة. شكرا جزيلا لك الدكتور رامي الخليفة العلي. الباحث في الفلسفة السياسية. كان معنا من باريس.